خلونا دلوقتي بما أننا لسه بنتكلم عن العالمين نروح بقى لزميلنا باسم ما بول عينين ونعرف منه أبرز فعاليات مهرجان العالمين النهاردة هتبقى إيه صباح الفل عليك يا باسم صباح الفل يا مصطفى النهاردة احنا في العالمين ويوم جديد من الأيام الكارنغالية في العالمين وبصراحة يعني هو كل يوم هنا أحلى من اليوم اللي قبله ومزالت العروض والاحتفالات مستمرة في رونقها وفي برقها ومزال إقبال وشغف البشاهدين أو الجمهور لحضور ومتابعة كافة الفعاليات المقامة في العالمين كما لو كانت في اليوم الأول تشهد نفس الزخم والإقبال والإمتاع بكل العروض الجميلة الجوية والبحرية والفنية في العالمين انبارح كان في العالمين استمرار لفعاليات بطولة البادل الدولية اللي بدأت يوم الخميس وتستمر بالأمس وممتدة حتى اليوم ومسابقة أو بطولة البادل الدولية تحت رعاية الاتحادي الدولي للبادل وده بالمناسبة مش مجرد بطولة للهواء أو حاجة على مدى يومين ثلاثة وخلاص لا بالعكس ده بطولة دولية ولها صيد دولي ومتابعة دولية مما يعني ان البطولة دي بتكتذب عشقها ومتابعيها مش في مصر بس لا ده في كل أرجاء العالم لمتابعتها في مصر ونقدر نقول ان فرصة مهرجان العالمين يعتبر بداية تاتشين لبطولة سنوية أو دورية للبادل في مصر بطولة البادل زي ما احنا عارفين يعني كانت بدأت أول مرة في المكسيك عام 1969 النسخة الحالية أو النسخة الأولى الحالية في العالمين فيها أكتر من مئة لاعب محترف من مختلف الجنسيات وفيه ثلاث ملاعب مجهزة على أحدث المستوى لإقامة المباريات الخاصة بالبادل من الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة بارحة بعض الحفلات اللي كانت مقامة على مصرح الشارع في العالمين واللي وجدت إقبال من الجمهور بشكل كبير من سواء جمهور المصطوفين أو زي ما قلت قبل كده ان في سياحة اليوم الواحد الناس اللي بتيجي مخصوص عشان تتابع الأحداث الموجودة الفنية في العالمين كمان كان كريزة اليوم لو نقدر نسميها كان حفلة نانسي عجرم وراغب علامة على أرين العالمين وكانت الحفلة بصراحة شهدت إقبال كبير جدا وطبعا كلنا عارفين المحبة والمتابعة من الجمهور المصري للفنانة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم والفنان الكبير راغب علامة واللي شهد الحفل قبل بدايته طبعا تجهيز للعروض الضوئية والسامعية للحفل والحضور الكبير للجمهور لمتابعة الحفل واللي استمر لأوقات متأخرة من الليل وسط إقبال ومتابعة وسعادة من كل الحضور من كل الأعمار ومن جنسيات مختلفة كانت حريصة بصراحة لأنها تحضر الحفل وتشارك في متعة وامتاع مهرجان العالمين واللي دشن لصفحة جديدة من صفحات الإثراء للسياحة المصرية سواء كانت سياحة داخلية أو حتى سياحة خارجية لأن دلوقتي كله بيتكلم يقول العالمين كلمة العالمين بلد العالمين اسم المكان بيتردد باستمرار وده يمكن أكبر نجاح أن العالمين تبقى مسمى لمدينة زي مدن تانية بنسمع عنها من سنين في بلاد تانية بتشهد نشاطات مشابهة هنا أو هناك العالمين نجحت ونقدر نقول أنها نجحت من أول يوم وإن شاء الله لمزيد من النجاح ولمزيد من المتابعات النهاردة إن شاء الله البرنامج الترفيهي في العالمين هيشهد نقدر نقول أنها هيكون بطعم شعبي وتحديدا بنكهة سينوية مع فرقة من سينة فرقة العريش للفنون الشعبية ومعنا التنورة الترفية وكمان معنا فرقة الحرية للفنون الشعبية وده هيكون على كورنيش العالمين النهاردة فإن شاء الله النهاردة هيكون يوم ممتد لأيام الترفيه والإمتاع لمهرجان العالمين إن شاء الله فإليك شكرا لك يا باسم وربما قصة الفرقة السينوية دي يعني بتفكرني بالمهرجان بتاع العريش الهجن سمعنا أغانيهم الجميلة البدوية أعتقد أن إحنا لما نشوف ونقدم التراث الفنية العادة كبيرة من الجنسيات هيبقى كمان يعني تقديم لكل ألوان الفن المصري وده اللي بنتكلم عليه في الاختلاف والتنوع اللي بنشوفه في مهرجان العالمين إن إحنا عندنا كل حاجة موجودة عندنا الفرقة السينوية مشاركة عندنا فنانين من دول عربية يشاركوا معانا فنانين مصريين حتى فرقة زي هارمني اللي شفنا التقرير الجميل قوي عنهم فده الجميل في المهرجان إنه متنوع ما بين الوجبات الفنية والثقافية ويعني الرياضية كمان لأنه اتكلم يمكن باسم عن البادل البطولة اللي هتحصل هناك أو اللي حصلت هناك بالفعل كل شكر لك يا باسم وبالفعل يعني أنا عايزة روح فا